بسم الله الرحمن الرحيم الألام الأكثر شيوعا في العمود الفقر إيه هي؟ المريض دي يجيش تيك يقول أنا عندي ألام أسفل الظهر الأول هنتكلم عن العمود الفقر العمود الفقر يتكون من فقرات العنوقية والصدرية والقطنية وده فقرات متحركة وفيه فقرات سابتة اللي هي الفقرات العجزية والفقرات العصوصية وبين كل فقرة وفقرة ربنا عامل وسادة طبيعية بتساعد بحركة الفقرات على بعضها اللي هو الغضروف وفيه مفاصل اللي هي اسمها فاسد شوينت موجودة على طرفي العمود الفقر يعني الغضروف هو الوسادة الربانية في العمود الفقر بين الفقرات طبعا لذلك اللي بتساعد حركة الفقرات على بعضها وبالتالي بتدي مرونة للعمود الفقر يعني كل فقرة وفقرة فيها غضروف آه طبعا يعني الغضروف مش مشكلة في العمود الفقر كله يعني مثلا مش مشكلة في حاجة معينة لا ممكن تحصل فوق تحصل تحت طبعا على حسب المستوى ما هنتكلم دلوقتي على حسب المستوى وفيه حبل شوكة طبعا بيطلع من المخ وبينتهى عند الفقرة القطنية رقم واحد وفيه أعصاب ترفية بتطلع من الجنبين في كل مستويات العمودة الفقرة الأكثر حركة في الفقرات اللي هي فقرات العنوقية والفقرات القطنية عشان كده أكثر فقرات بيحصل فيهم مشاكل لأن كلما كسرت الحركة كلما كسرت المشاكل بإضافة بقى طب الحركة إزاي برضو دكتور عشان نوضح للسادة المشاهدين يعني تغير الستايل للحياة والقعد على المكاتل لفترة طويلة ويستخدام الكمبيوتر كل الحاجات دي كلها بحرك الرقم فوق وتحت وبيقعد على الكرسي كل ده بيسبب أليه يعني ممكن مثلا اللي بيقعد على الكمبيوتر كتير طبعا أنت كده بتحمل على العمود الفقر طبعا اللي هو طبيعي يعني قعدته على المكتب ده ده فيش رياضة كمان مع وزن بيزيد كل ده تحميل على العمود الفقر يعني ممكن مشاكل العمود الفقري والغضروف تيجي للشباب مثلا طبعا دلوقتي كل الأعمار كان زمان يقول الناس الأعمار الكبيرة دلوقتي لا كل الأعمار دلوقتي بيجي لك يعني ممكن يبقى شاب عنده 30 سنة في مكتب الحياة طبعا واحد قعد موظف في بنك مثلا قعد مثلا 6-7 ساعة عالمات هيجيره مشاكل في العمود الفقر واحدة قدام جواز الكمبيوتر مثلا 6-7 ساعة هيجيره مشاكل في العمود الفقر عشان كده أنتوا عملتوا بقى لعلاج التدخلية طبعا علاج التدخلية بقى العلاج التقريد القديم المريض كان بيعتمد على المسكنات المسكنات طبعا لها مضعفات كتير جدا سواء على الكرى اللي قدر ممكن تسبب فشل كالوي أو على المعدة ممكن تسبب كرح أو كان بيلجأ للعلاج التاني اللي هو التدخل الجراحي اللي هو مش مفيد خالص لنسبة كبيرة من العينين لأن النسبة اللي هو الألام العمود الفقري اللي بتحتاج تدخل الجراحي لا تزيد عن 3-5% اللي بقى كله بقى يعني احنا دروقتي عايزين نوضح الدكتور أن عندكم في علاج العمود الفقري نوعين من العلاجات علاج الجراحي وعلاج التدخلي لا هو علاج التدخلي في علاج الدوائي اللي كان المريض زمان بيستخدمه فترة طويلة مسكنات اللي كان بتأسر على الكيلة وبتأسر على المعدة وفي علاج الجراحة اللي كانت غير مناسبة يعني حضرتك بعد العلاج التدخلي أنت ما بتنصحش بالعلاج الجراحي تماما لا لا طبعا طبعا العلاج الجراحي يعني طبيعي نسبة فيه نسبة حريك 20% بس حاجة اسمها فيلدي باكسندروم اللي هو مضاعفات ما بعد العملات الجراحية يعني فبالتالي طب العلاج التدخلي على ضمانتك يا دكتور في مركز روماتيك مضمون وبديل للعلاج الجراحي طبعا محل مشاكل كتير جدا طب برضو عايزين نعرف من حددك إيه العلاج التدخلي يعني عايز أوضحه أكتر للسادة المشاهدين العلاج التدخلي ده عبارة عن تخصص حديث نسبيا في الطب ويتطور بطريقة سريعة جدا والمريض يستخدم منه بطريقة كبيرة جدا عبارة عن تدخلات محدودة تحت المخدر الموضية في غرفة العمليات A وتعقيم كامل والمريض في خلال ساعتين بيروح بيته مارس حياته العادية يعني ما يخشش تحت بند العمليات الاسم الصعب عند الجمهور هي غرفة العمليات هو تتعقيم بس مش أكتر عشان برضو مخدش السادة المشاهدين وإحنا نستخدم تحت الجهاز التوريسكوبي ده جهاز أو الأسطرة فده في قطة العمليات أو جهاز المقطعية فده قطة العمليات لو برضو في مكان معقم أو الصنار مجادة الصوتية هنحط برضو في مكان معقم عشان خاطر السيفة اللي عيش تمام يا دكتور يعني العلاج التدخلي علاج بسيط بسيط جدا بسيط وآمن ويعني بفضل ربنا يعني المضاعفات بتاعته الليلة جدا أو شبه معدوم مركز روماتيك عامل لنا خاص من النهارده دكتور 50% على الكشف و50% على الحقن يعني ده هدية لجمهور البرنامج مركز روماتيك خاص من 50% على الكشفات و50% على الحقن وعلاج ألام ومفاصل الجسم كلها بإذن الله دكتور أحمد عبد الحميد النجار استشاري علاج ألام العمود الفقري تداخلية بدون جراحة كلمني أكتر عن العلاج التداخلي وأبينه أكتر للجمهور هل بيزيل الألم فعلا؟ أي طبعا لما يكون مريض بيأخذ علاج المسكنات لمدة سنتين ثلاثة وبدأ يدخل في المضاعفات لما يعمله مثلا أنا أحقنه مثلا بمادة طبيعية خالص ما فاش أي مضاعفات خالص عليه ويدانه ما يعاني من الألم أنه مدة سنة يبقى كذا استفاده ولا ما استفدش يبقى ده علاج مش تسكين المسكين ده بيقضى على كل حاجة يعني مريض مثلا على سبيل المسكين هنقدر مثال الرجبة مثلا هنتكلم بالتفصيل طبع على الرجبة بعد كده خلينا الأول في العمود الفقري ونشوف إزاي المريض حيستفاد من علاج التدخل بصف أنه عشان يستفيد أكتر حاجة فيه ثلاث حاجات معين أول حاجة اللي هو تشخيص الدقيق لسبب الألم ده رقم واحد الثاني حاجة اختيار الوسيلة هل الوسيلة ده هنحقن ولا تردد حراري ولا الاتنين مع بعض السبب الثالث الأهم الأمانة يعني الأمانة على المدى أهم حاجة يعني هو الراح دخل عيادة استشاري علاج ألم والمريض يستهل جراحة أقول له لأ لعمل جراحة عشان خاطر ده تفيدك داخل عيادة جراح مخ وأصاب أو أعظام لأ ومش يحتاج جراحة ما يعرضوش للجراحة وبضعفاتها فالأمانة ده أهم حاجة العلاج التدخل يبقى دلوقتي بعد ما يعني بناخد الحاجات دي المضرب يستفيد منها يعني بعد ما نشوف نحدد التشخيص الدقيق وبعد ما نختار وسيلة العلاج اللي بتختلف من مريض لمريض ومن حسب الشكوى للمريض خلص يعني هيقض فترة طويلة جداً محس بأي أعلام ده عليك مش مساك يعني المريض أكيد هيستفاد من العلاج التدخل ومفيش أي مضعفات طب في وقت تأديها دكتور يعني أنا دلوقتي حضرتك جاه لحضرتك مريض بالغضروف حضرتك هتعالجه الأول بالتردد الحراري هياخد قد إيه وقت معاك بس أبداً هوا الغضروف الأول يعني هنشرح الغضروف الغضروف ده يعني زي ما قلنا الوسادة طبعية اللي ربنا عملها بين الفكرات عشان تساعد في حركة الفكرات على بعضها وبالتالي حركة العمود الفكر الغضروف ده بيتكون من جزئين جزء داخلي وجزء خارجي الجزء الداخلي ده عامل زي ما دي تشجيلي كده أنا ممكن حتى استأذن الأستاذ المخرجة في عرض الفيديو التدخلي للغضروف للغضروف العمود الفقري تمام يا دكتور تمام يا فانتم لما بيحصل فيه ضغط على الجزء الداخلي لسبب كتير جداً الوزن الزيادة تزحزح الفكرات اللي قدر الله فيها حادثة الضغط ده بيتنقل من الجزء اللي هو الداخلي اللي هو السنترل ده اللي هو إلى الجزء الخارجي فبيعمل ضعف عليه الضعف ده بيظهر في شكل إيه زحزحة اللي احنا بنسميه البلج أو هرنيشن ده بيلأشعة لحسب نوع الزحزحة إيه لو الزحزحة في كل الاتجاهات بنسميه بلج لو في مكان معين فوكال يعني بنسميه هرنيشن الزحزحة دي اللي احنا بنقل عليها الغضروف درجات بقى يعني ممكن تبقى الضعفة خفيف جدا في حصل الريلاكسيشن بس يعني في بنطقة الليل الخارجية دي درجة يعني دلوقتي كده دكتور بتوصف لنا الغضروف ها طبعا اللي لازم نوصف المشاكل وعلى حسب الدرجة اللي احنا بنقيم بيها بيختلف نوع العلاق تماما يعني دلوقتي أنا الريلاكسيشن اللي حصل الليل الليل الخارجي ده خلاص مش محتاج لكن زاد فبدأ يضغط احنا بنقيم حاجتين بنقيم في الدجري بالدرجة بتاعت الغضروف ومكان الغضروف مهمين جدا لازم الاتنين تقيموا مع بعض على حسب الاتنين تقيم الاتنين هنحدد نوع العلاق يعني درجة متوسطة مثلا وفي السنترل مثلا السنتر ده يضغط فين السنترل ده هيدغط لو هو في المستوى العادي الفقرات العنوقية والفقرات الصدرية هتطع على الحاب الشوك لو هو في المستوى المنخفض الفقرات القطنية هيدغط على الجدلة العصبية ده لو هو خفيف هياخد عليك تعافوزي مثلا لو مسكنات الفترة معينة وعلىك طبيعي بقى كويس لو متوسط لا ده محتاج حق وتدخل لك تدخلي طب لو كتير جدا لما الأمانة الأمانة بقى وديسك محترم وضغط على الحاب الشوك من فوق وضغط على الجدلة العصبية الأمانة نقول لا ده يعمل عاملاج راحية في عرب وقت لأن المريض معرض للشارف الحاجة التانية المكان حيث قلنا على السنترال في البريفرال مثلا في الجانبين ده هيدغط على إيه على القناة العصبية وهيدغط على جزور العصاب طب ممكن نعلق على الفيديو يا دكتور ده طبعا بوضح في الفيديو ده جزور العصاب وتدخل ده الغضروف يا دكتور ده جزور العصاب الخارجي من بره جزور العصاب وده اللي بيغزي المفصل اللي هو الأطراف اللي هتكلمنا عليه حيث قلنا العبود الفقري ده كده الألم راح من من الغضروف طبعا محنا لسه نتكلم بعد كده ده الحقنا يا دكتور ولا التردد الحراري بقى ده تردد حراري تردد حراري بالنسبة للغضروف لا أنا كنا نتكلم بقى لو الغضروف ده طرفي فضغط على القرارة العصابية وضغط على جزور العصاب فقدمنا حلين الحل الأولين على حسب الدرجة برضو الدرجة اللي هو متوسطة ولا فوق المتوسطة ولا درجة جديدة لأما هندي نحن لو أحقنا جزور العصاب وده مواد طبعية خالص بدود للالتهابات ما فيش أي مشاكل ما فيش كنت تزون دلوقتي لأما بنعمل تردد حراري نبضي تردد حراري بس بدرجة حرارة أخاف شوية ما تردد حرارة المعهودة في تردد حراري ووقت أقل ده بيسكن الألم وفي نفس الوقت بيحافظ على الوظيفة الحرارية للعصاب فما بتحقصرش يعني الألم بيروح أوه لكن الحرارة يبقى كويسة جدا طب تقييمك إيه دكتور للغضروف وعلاج الغضروف نقيمه إزاي نقيمه زي ما قلت حضرتك التشخيص الدقيق ده أهم حاجة وتحديد الدرجة والمكان أهم حاجة تانية والأمانة فيه وسائل كتيرة جدا للعلاج وكلها أمنة والحمد لله يعني نشكر ربنا سبحانه وتعالى أن تطور تطور لأجهزة العشاعة كمان ساعد أن المريض ييجف زي ما قلت حضرتك يدخل لأبط العمليات بعد ساعتنا نروح البيت ما فيش أي مشاكل خالص التردد الحراري ممكن يقعد أسبوع شوي يعني رايح أسبوع وبعدك يخلص يعني الموضوع بسيط جدا جدا بسيط وآمن ونتيجة كويسة جدا وقضك بصفة نائيا على المضاعفات اللي كان بيتيجي المسكنات المريض يأخدها ما فيش أي أثار جانبية مثلا على أي أجهزة في الجسم يعني حالتك المسكنات حالتك قلت أن هي مع رغم ليها بسيطة بس حالتك قلت ممكن تأدي إلى فشل كله هتأدي فعلا أسباب الفشل كلوي اسأل أي مريض بجاله فشل كلوي يقولك أنا عندي خشونة في المفاصل أو خشونة في العمود الفقري وبأخذ من مسكنات لفترة طويلة قد تفشل في العمود الفقري في الفشل كلوي أو كرح في الماء عايز برضا دكتور حضرتك توضح أكتر إيه الغدروف يعني مريض الغدروف يعرف منه ده مشاكل الغدروف هو كده عنده غدروف أنا أقول لحضرتك الغدروف دلوقتي معقولنا حضرتك لو ضغط على العصاب الطرفية بيبتدي فيه ألم يسمع ألم بقى بأنواعه تميل نغز خدلان لو هو ضغط في منطقة الفكرات القطنية بيسمع في رجله وبياخد يعني زاكورس معين كده طريق معين الألم لو هو في الفكرات العنوكية بيسمع في الطرفين في الإيدين يعني الإيدين لحد الصوب أكتر شكوى بيجيلك من الحالات عندك بقى دكتور يعني المرض الأكثر شيوعا في مشاكل العمود الفقري اللي هو آلام أسفل الظهر فآلام أسفل الظهر لهم سببين اللي احنا قمنا عليهم اللي هو السبب اللي هو الغدروف أو التهاب وخشونة المفاصل وفي سبب تالت بقى يضاف على آلام أسفل الظهر اللي هو التهاب المفصل الحركوفي إيه التهاب المفصل الحركوفي بقى ده هو الأول المفصل الحركوفي ده المفصل اللي بيوصل بيوصل ما بين العمود الفقري ما بين عظام الحوض ده اللي شال الجسم يعني هو شال العمود الفقري على الحوض مساحة الفقرات عمليات جراحية كل ده بيأثر برضه في النفس الحركوف ونفس الحركوف المريض بيجي يشتكي يقول انا حاسس ان تحزيمة جسمي محزن فيه قلم محزن جسمي ويصحى من النوم حاس فيه تيبس في المفاصل والقلم بيسمع في عضلات الالية وده عشان يعني عشان يعني احلب بقل ده مفصل لازم تحقن الحقن ده تشخيص وعلاق بين احنا الاول مادة مخدرة لو القلم اختفى يبقى ده القلم اللي جاي في اسفل الزهر جاي من الالتهابات او خشونة المفصل لحقوف نبتين بقى نكمل بعد كده نحن بلازمة نحن نحن نعمل برول السربي الحاجات اللي هي التكملية نعمل تردد حراري على حسب درجة الخشونة اللي موجودة عند المريض وبرضه من اكد للسادة المشاهدين في كل مكان عرض مركز روماتيك خصم 50% على الكشف و50% على الحقن ومركزنا موجودة في اسكندرية وفي انا وفي مدينة نصر والدكتور احمد عبد الحميد النجار استشاري علاج الام العمود الفقري تداخليا بدون جراحة في امتظار جميع الجمهور وجميع الحالات المرضية ويعني احنا تحت امر الجمهور طيب يا دكتور معنا فيديو توضيحي للعمود الفقري برضو نعلق عليه ده بيوضح زي ما قلت لحضرتك كده بيوضح للعمود الفقري بدرجات الموجودة ده ده المفصل لفكرات القطنية وده الغضروف ببين المفاصل ويبين العصاب الترفية وبين بيتغزي العضلات موجودة تحت كل الكل الغضروف بقى دكتور يسمع في الرجل من تحته في عضلات الالية زي ما حضرتك نقطع في عصاب ترفية على الجبين على كل مستوى بيسمع في مكانه ده ايه بقى يا دكتور ده بيبين ازاي بنحقد جزور العصاب يعني احنا بنتصور ده شكل جانيبي وده العصاب الترفية خارجة من هنا العصاب الترفية وده اللي بين اله بينها الغضروف اللي موجود هنا يعني الموضوع حقنة صغيرة جدا يا دكتور بدون قلم وبدون اي وامان ليه لا نحن بستخدج جزء في الرسل جزء الأشعة فاحنا شايفين الحقنة وهي دخل بالزبط كده ندخل الابرة كده نقبينجي موضاي وندخل الابرة على العصب العصب مش ملمس العصب خالص ما بتاخدش اكتر من ساعة ونصف او ساعتين ولا يعني من نصف ساعة لساعة لربح جميل جدا ده ايه يا دكتور ده بنحن نسترغى عشان نتأكد لحنا في المكان الصح ده ده للموقوع فيه دقة طبعا 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 ده كل ده عشان الامان يعني الامان اللي ياخده بمريض بنحن نسترغى بنحدد المكان عرفنا نحن في المكان الصح بنحب بقى المادة بتاعتنا اللي هو مضادات الالتابات الطبيعية ده ما لاش دعوة خالص بيكون تزول مفاصل العمود الفقري يا دكتور مفاصل عمود الفقري ده بقى ده عبارة عن مفاصل صغيرة على جانبين العمود الفقري المساحة المفصل من ضرق من صنط لصنط ونص على حسب المستوى انا من رأيي شخصي ده اكتر مساببات الام الظهر بيجي المريض يشتكن برضو ان فيه الام في مكان معين ما بيسمعش للطرفين الا لحد الرجب ما بيسمع في الفخدين ما بنزلش تحت الرب او يكفي بس يا دكتور ان هو ظهره يوجعه يعني الام الظهر دي توقفه عن شغله توقفه عن حياته توقفه عن ممارسة حياته لا بس هو المريض بدانه لف كتير وما حدش بيوصل في الآخر في دماغه يعني الطبيب المعالج عشان يفكر ان التهاب مفصل العمود الفقري هو السبب بيقض فترة طولة جدا بعد المريض يكون لف فترة كبيرة وخد مسكنات وده علاجه زي اي مفصل هو مفصل صغير اه بس بيحصل في خشونة الخشونة دي بيحصل فيها ألم ممكن يحصل فيه بروزاتة عظمية تضغط برضه على اللي هو جزور الاعصاب ومركز روماتيك حل المشكلة خلاص يا دكتور موضوع بسيط جدا في نصف ساعة كل الألم دي تنتح الحقن لتردد حراري او الاتنمع بعض يعني احنا بنحن الأول ونشوف المريض استريح وقعد فترة طويلة خلاص منكتفي بالحقن طب استريح وقعد فترة مثلا ست شهور او سبع شهور بس ده فترة يعتبر معقولة بس منذ ما احنا قليلة نرجع للتردد الحراري بس نكون عرفنا خلاص بالحقن حددنا المكان اللي ندخل عليه بتردد الحراري التردد الحراري ممكن ناخد وقت أطول شوية بس نشازنا عن ساعة ايه الفرق بين الحقن والتردد الحراري يا دكتور؟ الحقن احنا بنحن المادة مضاد للتهابات مفاش اي كورتزون خالص غير مضرة للمريض خالص بلازمة مثلا؟ بلازمة ممكن بس نحمق بلازمة بمادة اسمعها ليز ده مادة بتسكن بدون اي اضرار خالص جانبية التردد الحراري لا التردد الحراري ده جهاز زي ما قلت لحضرتك بيولد حرارة بيشتغل بيها على العصب بيلغي الالام خالص وبيسكن الالام وبيأثرش على الوظيفة الحركية للعصب فيلغي الالام لكن العصب اللي بتحكم طبعا في عضلات العضلات مفيش مشكلة خالص طيب فيه اي حاجة دكتور تانية ممكن نضفها في علاج العمود الفقري غير البلازمة او الحقن والعلاج الترددي احنا طبعا ده بداية الحقن او العلاج الترددي ده بداية المريد بقى يقبله من نفسه يعني يحافظ بقى على وزنه يبدو يعمل استريتشات علاجات طبيعية يحاول إغارة استهال بتاع حياته لكن العلاجات دي طبعا مفيدة جدا وكافية جدا طبعا احنا معنا فيديو جاهز كمان دكتور نشوفه ونعلق عليه ده بيبين مفصل اللي هو المفصل المفصل العمود الفقري ودي بيبين الحقن بتاعه حكذا دخلنا بابرة بنج موضاي عشان نخبر مكان ده كل ابرة لنشتغل بيها يعني كل الحاجات اللي على الشاشة قدام الجمهور دي دكتور عليها من مركز روماتيك عرض خمسين في المية على الكشف وخمسين في المية على الحقن دي دكتور تمامي طبعا تنورونا بنادي بنج موضاي مخدر موضاي عشان نشوف القبرة اللي ندخل بيها وبندخل على العصب بنحقن لما بنحقن جوه المفصل نفسه او بنحقن للعصب المغازر المفصل استراحي نريط وقعد فترة طويلة وزبط حياله وزبط جسمه وزبط الاستهال بتاع الحياة خلاص نكتفي بالحقن طب رجع القلم مثلا بعد فترة معينة ده كده انتوا بتعملوا ايه دكتور كده احنا بنحقن هدخلنا القبرة بقى ده القبرة اللي بنحقن بيه دخلت بالظبط جوه المفصل بنأكد على الاستاذ المخرج بنزول ارقام المركز دلوقتي دخلت جوه المفصل بالظبط خلاص حددنا المكان والمكان كله بالاشعة افيش اي مجال ان شاء الله يعني للخطأ ده كده دكتور ارقامنا على الشاشة للتواصل من السادة المشاهدية ده كده دكتور الحقن بنحق المادة بقى اللي ها مضاد للتهبات اللي ما فيهش اي مشاكل خالص وده علاج على فكرة ده علاج مش مسكن ده علاج نهائي كده للمريض لما يقعد سنة كاملة من غير اي قلم خالص ممكن يبقى اكتر من سنة لو زبط حرب بقى ده علاج ما فيش اي مسكنات ما فيش اي مضاعفات لها خالص حمناه من العاملات اللي راحل دي بتاخد قديه وقت بقى دكتور ده الحقن ياخد نصف ساعة لكن الطرد الحرارة ممكن من اكد للسادة المشاهدين انه هو عليه خمسين في المية عرض من حضرتك ان شاء الله دكتور احمد عايزين نتكلم مع حضرتك عن خسونة الرقبة وهي يعني مشكلة بتقرق الكثير في الشعب المصري وفي الوطن العربي دايما تلاقيه مثلا من سنة 40 سنة وبدأ يعرب بدأ مش قادر يمشي مش قادر يقوم مش قادر يصلي مش قادر يقف مش قادر يمشي شوية مثلا مشوار طويل شوية نعمل ايه بصدفى النم يعني الخشونة ده مش مرض ده تغير طبيعي مع العمر بيزيد او بيقل على حسب طريقة استخدام المفصل يعني احنا حملنا على المفصل مثلا بوزن الزيادة بمهن معينة لقدر لاحادثة الخشونة بتزيد ومفصل الرقبة بتكون من ايه من عظمتين وفي عظمة صغيرة لها الصبونة العظمتين ده مبطنين من جوه ببطانة اسمها الغضاريف وفي سائل زلالي ما بين البطانتين دولت بيساعد على الحركة بتحصل في تغيروات التغيروات دلها درجة الخشونة بتبتدي ان طبعا في حاجات تانية للغضاريف الهلالية موجود جوه وفي الاوتار موجودة كل ده جوه بيحصل فيها خشونة برضو مش موضوع غضاريف وعظمه بس درجة الخشونة او الدرجة السائل الزلالي ده بيبتدي يخف بيبتدي يحصل بعد كده تشككات موجودة في الغضاريف المبطنة درجة تانية من الخشونة يبتدي يحصل فيه بروز عظمي بسبب الخشونة يبتدي تأكل في الغضاريف تبتدي الغضاريف تنتهي قلص بعد الغضاريف تنتهي يبتدي العضم يحصل فيه تآكل عضم أصد عضم من غير بطانة يحصل فيه تآكل كل ده درجات والأعمار بتاعت الكلام ده ايه دكتور؟ العمار دلوقتي طبعا نزاي نقولت حضرتك كده الوظائق الاصطال بتاع الحياة والقاعدة للفترة طويلة وعدة بممارسة الرياضة والوزن الزيادة خلى درجة الخشونة تنزل على عكس ما ناس متخيلة تنزل الأعمار أقل وهو بتكون في السيدات أكتر طبعا يعني السيدات أكتر عرضة لخشونة الرقبة أكتر من الرجال طب ده مثلا للسمنة الزي ده سمنة الزي ده وإن عضلات الرجل عضلات الرقبة اللي بتشيل الرقبة ضعيفة غير الرجال عضلاتهم قوية فالناس بتخشونة أقل شوية معنا طب أسباب الخشونة ايه دكتور؟ بقول حكي أسباب الخشونة ده يعني حاجاتك يعني استعمال الخاطئ المفصل بوزن الزياد نوع المهن طبعا بتطلع وتنزل السلم كتير أو بشيل أوزن كتير بحوادس لقدر الله كل ده بيستعمل خشونة دائما نسمع من كثير من الأطباء يقولك امشي كتير اطلع السلم ده منشط لعضرة القلب ده كويس منشط عضرة كل حاجة في المعقول مش حاجة بالزيادة واحد بيشيل وبيطلع على السلم كذا مرة طب امش نص ساعة يوميا نص صباح طبعا ده كويس ده كويس ده ما يأثرش على الرقبة حتى عندما يأثرش طبعا نص ساعة ما يأثرش خالص على الرقبة طيب إيه السلوكيات الخطأ في العلاجات المتدولة دلوقت يا دكتور لعلاق خشونة الرقبة أول حاجة تناول مسكنات ليه؟ لأن المريض الخشونة دي ده يأخذ في مسكنات مسكنات وزي ما قلنا حضرتك قبل كده المسكنات تأثر على كده وتأدي إلى فشل كالوي أو تأثر على كرح في المعد يعني حضرتك بتأكد بطريقة قوية جدا إن المسكنات ده خطر على ده ده السبب الرئيسي أشي أكد ده السبب الرئيسي وفيه السبب تاني غيره ده السبب الرئيسي للحصول لفشل كالوي بعد استخدامه مسكنات حاجة تانية حقن الكورتزون الكورتزون ده المريض بعد أن تحين الكورتزون بمبسوط جدا والألم راح وزي الفل وممكن يحقن تاني وثالث ورابع بعد فترة بالفاجأة إن المفصل بتاعه وانتهت ويتجي بعد كده بقى للطريقة التالتة اللي هو تغيير المفصل اللي هو قادر أو هو موهل مش كلا حتى ممكن بقادر وغير موهل اللي عمل العملية ممكن بيعانده سكر وعنده ضغط والتخدير ما ينفعش عمل العملية وحتى المفصل مهما كانت الكوالية بتاعت المفصل عالية جدا وعملها عاصل جرائين ديها فترة معينة يعني المفصل اللي هو عمر زمني وأي مريض ركب المفصل ما يقولش المسوط من ناحية نفسية عمره بعمل زي المفصل طارب بينه فيه بدايل يعني أول حاجة طبعا إذا ننترى حضرتك احنا كل درجات اللي احنا التغيرات دي دا اسمها درجات خشونة كل ما بنلحق بدري كل ما العلاج بقى أسهل جدا احنا نتجى بقى لعلاج البديل اللي هي الحاجات اللي هي إذا الطب في العالم كله بدأت تجهل المقونات الطبيعية زي البلازمة الغنية بالصفاحة الدموية دا بناخد دم من المريض وبنفصله وبتطلع البلازمة غنية بالصفاحة الدموية دا فيه حاجة اسمها جروس فكتور اللي هو عوامل البناء دا بنحقنه جوه الرجبة مفيش أي قلم خالص مفيش أي مشكل خالص أي تشاققات في الأول خالص أو أي تأكل في الغضريف دا بتعيب بناء طب الدنيا كبرت شوية ممكن في حاجة تاني احنا عايز برضو أوضح للسادة المشاهدين شرح النقطة دي أنا باخد من المريض ذات نفسه دم بتاعه وافصل منه البلازمة يعني أنا مثلا ما بجيبش أي حاجة من بره حطها في يسم ولا بحصل فيه حساسية ولا اكشن أنا باخد من دمه هون حقن الدم مثلا بنعمل بنفصلها بنفصلها بنفصل إزا بقى دي يا دكتور؟ على جهاز مابلنا عمدنا موضوع ما ناخدش أصلا كل يعني بالسحب العينة بالفصل الجهاز بالحقن بكتير ونص ساعة يعني الموضوع آمن تماما آمن طبعا آمن طبعا دا حاجة طبيعية حاجة طبيعية دلوقتي لعبت الكرة كلها دلوقتي عادت بلازمة يعني دلوقتي كان زمان لعبت وبلازمة الشخص ذات نفسه أيوة لعب الكرة كان زمان عشان يلعب كل ما يحصل فيه إصابة يديره كورتوزون وينزل يحصل إصابة كورتوزون وينزل مرة 2-3-4 يتزل دلوقتي خلاص عادت دلوقتي النظام الجديد من البلازمة حتى لو فيه أطعف الأوطار يعني لو فيه أطعف الغضريف الجو أو الأوطار الداخلية البلازمة نفسها غير إنها بتعالج القشونة بتعالج الأطعف الأوطار والغضريف الحاجة التانية ده بيدي مادة طبيعية برضه بتحفز الجسم اللي هو يخرج مضادات الالتهابات الطبعية فده بيشيل الالتهاب مالهاش دعم المسكنات خالص هو احنا دينا مادة طبعية حفزت الجسم إن يطلع مادة طبعية تعالجت اللي هو العلاج الجزوري ده علاج اللي هو زي علاج الطب كده اللي هو زمان الفرعنة كان بيعملوه والعرب بيعملوه دلوقتي عد طب فده بيحفز الجسم وفي نفس الوقت كمان بيقال التهابات وعلاج برضه بيبني الغضريف طب وإيه العلاج بقى دكتور اللي هو زمان حتى قلت له قبل الحلقة العلاج بالأكسوجين أو بالأوزون النشط طبعا الحاجات اللي إحنا استخدمها قبل كده اللي حقلنا عليها أكسوجين أكسوجين نفس النظام بيحفز أو بيزود بيحسن شغل المواد الطبيعية المحؤونة وهو في نفس الوقت بيقال للتهابات وبيعاد يخشونها بطبيعات كويسة جدا ومدرش أدرار مستخدم برضه في إصابات الملاعب وفي التهابات الأوطان اللي عبت كله عد يعني كده دكتور العلاج بالحقن والعلاج بالأكسوجين أو بالأوزون النشط والتردد الحراري حضرتك عامل عليه عرض 50% على الكشف و50% على الحقن والتردد الحراري أنا برضو بأكد للسادة المشاهدين وأرقامنا وعنا وإنا متواجدة على الشاشة دلوقت نورونا دكتور أحمد التردد الحراري أجدت صيحات الطب حاليا تمام عايزين نشرحه أكتر في علاج خشونة الرجل أعادرات زي ما أنت أحداك الخشونة درجات طب إحنا أحملنا بقى خالص والغضريف اتاكلت بطارية جبيرة جدا بدأ العظم يتاكل تحت الغضريف وجربنا بقى العلاجات التانية جربنا بقى اللازمة وجربنا اللسائل الزلالي يعني هو المريض تتأخر بس عادة المريض يجيلك بتأخر فأنت مش هتديره علاج تاني يا جار مناسب بيه كل مريض له طريقة معاجعة مناسبة للعلاج فيه حالة واحد بس لما هياخد مسكنات زي ما أنت حضرت بمضاعفاتها لما هيغير مفصل أول بديل طبعا الآمن لو ترده الحراري ترده الحراري بنطبق درجة جهاز بيخرج حرارة بيشتغل على العصاب المغزية للرجبة زي ما أنت حضرت كده بيلغي الألم خالص لكن بيحتفظ بالوظيفة الحركية فالمريض ما نحسش بألم المريض هيعرف يروح الحمام الواحد ومش صح حد بالليل من أهله يقول دخان الحمام نفسياً حيبه مبسوط جداً وفي نفس الوقت المفصل ما عملاش مفصل حتى لو اضطرينا ما غير مفصل لا إحنا دينا عمر الفترد أخرنا العمر الفترد المفصل فده حاجة كويسة جداً وحاجة طبعاً ما فيش أي أضرار المريض بس يعني ببتدي يظهر بقى يعني التحسن كويس جداً من شهر ومصف الشهرين بعد عملية التردد الحراري طيب دكتور أحمد احنا منشوف النتيجة الفعالة بعد الحقنة وبعد التردد الحراري أه على طول في خلال شهري لا التردد الحراري لكن الحقن على طول الحقن وقت خلال تنوار بعين ساعة ثلاثة ينبيل كتير أقوى النتيجة بتظهر طيب التردد الحراري لما منشوف النتيجة بعد شهر مثلاً في خلال الشهر ده المريض بيحس لا لا بيحس التحسن فيه بيطلع من فترة الألم إلى التحسن احنا من نحية مخدر موضعي خفيف واحنا بمشتغل بعيداً طبعاً عن الكورتيزون زي ما حدتك أكدت أنا بقول الحقن دلوقتي احنا دلوقتي بحس التحسن بس تحسن كويس أعلى تحسن بحس بيه المريض كويس جداً والألم بيختفي تقريباً نهائياً بعد شهرين طيب زي ما شفنا في الفيديوهات اللي تعرضت على الشاشة يا دكتور دلوقتي لقينا أن فيه حقن وفيه حقن بتخش وحقيتك بتخش بوصلات إشعاعية أو شعاعية تشوف بنشوف بنضخل ممكن فيه حاجات بنحيان عن طريق مباطع صوتية طيب الحاجات دي فيها ألم يعني حالتك لما بتخش في العدم أو بتخش في الغضريف دخلة الإبرة نفسها يعني دخلة الإبرة اللي بنحيط موضوع إبرة برضو بسيطة لو بقول الحاجة دخلة الإبرة نفسها بندي مسكن قبل بتدخل أنا برضو بوضح للسادة المشاهدين عشان تكون كل الأمور واحدة دخلة الإبرة اللي بنسكن بيها بنحط على أبسكن قبلها جسرين 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 عشان ما حسش بأي ألم خالص ولا أي حاجة خالص طيب من العادات السيئة اللي احنا منشوفها دلوقتي واحد عنده خشونة ركبة واحدة مثلا عنده خشونة ركبة مش قادرة تروح السوق مش قادرة تعمل شغل بيتها مش قادرة تمشي موظفة بتتعف في الشغل من القعدة الكثيرة تجي دهنب كريم المساج كريم ده مسكن ما هو هو عصد كريم ده ده يعني كريم زي المسكن ده طريق الدوائم ما هو طريقة دخول الجسم طيب دكتور أحمد عبد الحميد النجار استشاري علاج ألام العمود الفقر تدخليا بدون جراحة هنستأذنك في فاصل ونرجع تاني نكمل مع السادة المشاهدين فاصل قصير أعزائي المشاهدين في كل مكان ونواصل انتظرونا عدنا لكم أعزائي المشاهدين مرة أخرى بعد هذا الفاصل دكتور أحمد يعني حياتك وشرفنا ومن وردنا وأمتعتنا فعلا بالحديث الشيق عن ألام العمود الفقري وخشونة الرقبة والمفاصل دكتور أحمد عايز أوضح أكتر للسادة المشاهدين الحقن إزاي في الرقبة وخشونة المفاصل وهل الرقبة فعلا حتتشال منها الألام طبعا إحنا نقول لحقك إحنا العلاج بتاعنا علاج علاج مش مسكن إحنا لما المريض بيجي بيشتكة مثلا بقاله ألم بقاله سنة أو سنة أو سنة ثلاثة ويأخذ في مسكنات ويأخذ في كورتزون خلصت على رقبته ويدينا له علاج طبيعي خالص حافظ على اللغة الألم من مدة سنة والرقبة يعني بتكون بوظيفتها الطبيعية بغير أي حاجة ده علاج ولا مسكن علاج طبعا يعني دكتور الحقن ممكن يخلي التشققات اللي حدرتك قلت عليها طبعا تتعاد تاني وهل ممكن فعلا الجسم ينتجها تاني بس ممكن نقول جلسة أنا كذا جلسة بلاباح باللازمة على كذا جلسة وكل ما كان يعني التشخيص بدري والتشخيص دقيق في الأول لا طبعا النتيجة بتبقى كورسة جلسة طب بيبقى فيه بديل حضرتك بتحطه للسائل الهلالي أو السائل اللازج في الرقبة طيب مركز روماتيك فيه أحدث الأجهزة اللي حضرتك بتشتغل بيها في إطار هذا الموضوع عايز حضرتك توضح للسادة المشاهدين إيه أنواع الأجهزة دي وإيه دقتها إذا لا إراج التدخولي دي يعني إيه؟ يعني إن هل بستخدم جهاز في الحق عشان يوفر الأمان للمريض فاحنا ممكن بنحقن تحت المبعد الصوتية بنحقن الرجبة تحت المبعد الصوتية بنحقن مفصل الحد تحت المبعد الصوتية با جميل جداً وسهل جداً بنحقن مفصل الكتف تحت المبعد الصوتية المريض ما بياخدش يعانى ربع ساعة بتشوف القبرة داخلة فين وداخلة في المكان المزبوط فالمريض بياخد اكتر استفادة غير يعني انت حاط الموجات صوتية شاف القبرة داخلة ازاي في المكان فبيستفيد طب احنا العمود الفقري نستخدم مثلا فيه حاجتين اما بيستخدم الفيلورسكوبي الجهاز العشاء العادية او المقطعية ونختار الوسيلة اللي توفر للمريض الامان اكتر يعني مثلا احنا قلنا كل مريض بياختلاف عن التاني انا ممكن اعمل حقن اه نوع الحقن واحد بس الحقن المريض ده غير الحقن المريض ده غير الحقن لقى حاجة يعني معقول مثلا نشوف واحدة عندها سبعين سنة يا دكتور جاية لحضرتك العيادة مش قادرة تمشي وولادها واحفادها مسندينها حضرتك تعمل لها الحقن تمشي تدعي لك كمان انا اقول حاجة اكتر حاجة بتيجي تتحقن ايه ما بعد العمليات جراحية اللي حاسماه الفيلد باكسون دروم بيعمل عملية جراحية الغضروف ممكن يرجع تاني او يحصل تلايف او ممكن المفاصل اللي راجبة على الجنبين ده تعمل قلم شديد يعني حصلش التقام للعضب فالعضب اللي موجود ناحيتين عمل مفاصل جديد المفاصل ده حصل فيه خشونة في قلم كتير هيدخل عملية تاني هيحل بس كان لو كان جي حقن قبل العملية كانت الدنيا كبير تأثر وكانت نتيجة تبقى افضل طيب التردد الحراري برضو في الركبة يا دكتور عايزين نتكلم عنه اقول لحك الدردد الحراري اللي بينسى بقى يعني حتى لو المخرج ينزلنا الفيديو بتاع شرح الركبة نتكلم لحد الفيديو اه تمام التردد الحراري درجة خشونة مبتخر والمريض بينسى نفسه خالص يعني خالص البديل اللي احنا نغير مفصل يبقى نعمل نغير مفصل ايه ليه ده تردد حراري تردد حراري زي ما انت حضرتك هو المريض بعد شهرين يحس بتحس كبير جدا نبتيد يتحرك على رجله يدخل الحراري وخصص نسة سنة كبيرة ده نفسيا حتى مريح يعني نفسيا الفيديو معنا حتى على الشاشة دكتور وهو دي كده ده ده الركبة وقالنا الحزك بتكون من عظمتين اسيتين وفي عظم صغيرة اللي لها الصبونة واللابيض ده الغضاريف الغضاريف ده بينهم السائل الزلال الموجود لما بتحصل الخشونة يبتدي الغضاريف يحصل فيها تآكل اللي هي اللون الابيض ده دي كده حركة الركبة ده اه حركة الركبة اللي بيساعد على كده الغضروف والسائل والزلال الموجود حضرتك بتدي الحقنة فين بقى الحقنة في المكان في المفصل الرجبة من جوه في الاسبيس اللي هو موجود ده والمريض يحس في أي ألم لو حس في أي ألم يبقى بدخلش في المفصل حضرتك برضو دكتور احنا منأكد لأستاذ المشاهدين ان حضرتك بتحقن في العيادة اه في الحاجات معينة اه يعني الرجبة ده في العيادة اه بس تعقيم كامل طبعا عشان الحفاظ على دي كده الخشونة اه بدأ الخشونة طبعا البيضة تحت زي احنا حضرتك شايفين كده بدأت تآكل وبدأ يحصل فيه بروز صغير كده اللي هو البروز عظم جديد ده خشونة جارة ضريطة الخشونة دي تاكل في الغضريف اللي فوق حضرتك شوف اللون المبغير فالله بيادة بداية تشققات اللي ها الدرجة اللي قلنا عليها ده تخصص مركز روماتيك بقى دكتور والعلاجة عندكم اه يا فنم طبعا شرفونا طبعا ويحسوا بالنتيجة والفرق ده كده الخشونة برضو الخشونة والعظم الزي البروزات العظمية الجديدة اللي بتظهر جديد وتعمل تآكل في الغضريف كل مغضب بتحرك أكده مساير بالزبط كده يعني على كده ألمها جديد جدا جدا طبعا وممكن يتكسل منها حاجات مثلا معين والله ما رفش يتحرك ده كده ايه دكتور؟ خلاصا الغضريف بدأ ان تنتجي عشان بقول حالك التشخيص المبكر والعلاج المبكر هيوفر على المريض مشاكل كتيرة جدا كده بدأ خلاص بدأ قدأ قرح من فوق أهيات اللي هاللول الأحمر الوسط الأبيض ده بقى الغضريف خلصت خلاص خلاص الغضريف هبتدي التآكل بقى يحصل في العظم اللي بتاعت الغضريف وصلنا لدرجة العظم بقى كده هنوصل بقى للتردد الحريف كده ده علاج التردد اه تردد الحريف لان البديل كده اللي احنا هنغير مصر زي هو انت حدك تغيير مصر حتى لو هو اكواليتي بتاعته عالية واحسن جراحين بس برضو يعني هو اللي هو فترة معينة زمنية معينة وفي نفس الوقت نفسيا المريض مش هبه مسترعي كده ايه دكتور برضو عشان نوضح لأستاذ المشاهدين خلاص ده العظم الجديد اللي ظاهر هو تلعمال يقطع في غاليه زي السككين بالضبط للدرجة فوق المتوسطة طبعا الغضريف موجودة ممكن نحقن بلازمة كده بدأت الحركة فيها فعلا ما فيهاش طبعا ما هو حركة السائل الزيتين اللي جوه الطبيعية اختفى زي ايه مفصل فعمال الغضريف تآكل بنا ومعضا فمنحقن بقى المادة الزلالية مع البلازمة ده نفيه نتيجة كويسة جدا طبعا حدنلحل موضوع المدريك كده دكتور أنا بحقن البلازمة خلاص كده الموضوع بيبدأ يتعالق آه علاج ده علاج علاج مع مسكنه وبيسكن القلم بس ده علاج وما فيش التأكلات اللي احنا شفناها في الفيديو ترجع بقى تبدأ تتبني تاني ترجع عدد بناء مرة تاني يعني البلازمة بتعيد بناء آه طبعا الركبة مرة أخرى آه والنتيجة كويسة جدا لو لو لحناء بدري يعني الدرجة المتوسطة والفول المتوسطة ده نتيجة كويسة جدا والتردد الحراري يا دكتور لما خلاص احنا شفنا الركبة تكلت خالص آه خلاص لما حالك بترجع للدكتور آه ترجع للدكتور لأما مسكنات كتيرة زي ما قلت حالك بمضاعفات لأما تدخل جراحي آه يوم أفضل لأ طبعا مفيش أي مضاعفات خالص وتبقى النتيجة يعني كم في المية مثلا الدكتور بصحك النتيجة تبقى تختلف من المريض لمريض أي حاجة في الدنيا تختلف من المريض لكن بالنسبة كبيرة جدا من المرضى بتحسن بكويس جدا أصد بديلها غير مفصل يعني في كلتا الأحوال النتيجة مريحة يعني مطمئنة وكويسة جدا لدي وسبحان الله دكتور يعني علاج الألم ده بيبقى يعني إنسان ملازم لألم سواء في الركبة سواء في العمود الفقر بتبقى حاجة مؤلمة وحاجة ممتع هو أنزار الألم أنزار طبعا صداع في الحياة يعني هو صداع بس أنزار يعرفك اللي فيه مشكلة هنا أنت المشكلة بتدور عليها وتعرفها وتقيمها عشان تشوف العلاج المريح لها أو المناسب لها فده نعمة من عند ربنا بط ألم العمود الفقر نرجع لها مرة أخرى دكتور لأن فيه كذا يعني كذا استفسار من أستاذ المشاهدين جايلنا على صفحة البرنامج أنا شلت شغال في المعمار وشلت شكرة أثمنت مثلا وحصل لي نوع من الإلتواء طب الموضوع ده فيه علاج وأنا شاب عندي 25 سنة التردد الحراري فيه حاجة تعالج القصة دي الأول بنقيم الأول للمريض بنعمل الرانين المغناطيسي وزي ما قلت حددك كده نشوف هو بيقول يا دكتور أنه عنده 25 سنة وبيشتغل في المعمار يعني شاب بسهل حاجة وده ضغط زي ما قلت حددك لا إما وزن لا إما ضغط على الفقرات لا إما حركة لا إما زحلقة بنقيم الأول للمريض بنعمله الرانين المغناطيسي نشوف هل فيه من حد الدرجة الغضروف اللي موجود وما كانه وعلى حسب ما هيطلع هنحددنا على العلاج اللي هو إن شاء الله مصير أنا قلت حاجة يعني الحاجات 3% إلى 5% اللي محتاجة تدخل جراحي اللي هو مريض بيجي ما فجأة واحدة عدم تحكم في البول فجأة عدم تحكم في البراز فيه سقوط في القدم ده بالنسبة للفقرات القطنية ممكن لقدر الله لو هي في فقرات الأولوكية يعني المريض جايبينه على كرسي متحق ده عملية غير كده أي حاجة غير كده علاج علاج تدخل للألم أي حاجة لأن المريض جاي على كرسي يعني نقول عليه من باشتنو زي ماقوله كده أو إنه مش بتحكم في البول أو فيه سقوط في القدم أي حاجة من الحاجات دي علاج تدخله ألم ده يفيد معاه جدا المريض طيب الأستاذة نسمى بعتت لنا على صفحة البرنامج يا دكتور على الفيسبوك بتقول إن هي وزناها 100 كيلو وعندها رجلها الشمال ركبة رجلها الشمال هي اللي تعبانها واليمين ما فيهاش أي مشكلة بس بتطار جدا من خشونة ركبة رجلها الشمال هنقيمها هنقيمها برضو نعمل رجل مناطيسي ونحدد درجة الخشونة وإن شاء الله بدلت الركبة التانية كويسة يبقى غالبا ده يكون في درجة يعني المتوسطة أو خوة المتوسطة للخشون فالعلاج إن شاء الله بلازمة هيفيد معاه كويس دي يعني ينفع دكتور إن الركبة ركبة واحدة بس هي اللي ممكن يجيلها الخشونة والتانية ما يحصلش فيها أي حاجة طيب يا دكتور الركبة برضو ومشاكلها المساج ما كريم المساج ده مسكن بالضبط مسكن بس دخوله في الجسم عن طريق الجلد زي ما مسكن بيدخل عن طريق الحقن زي ما بيدخل عن طريق الفم هو ده هو مسكن بس ده بيدخل كل ده طريقة لكن هو نفس الأضرار ونفس المشاكل يستخدم الفترة المسيطة جدا لكن ما ينفعش العياني ده أنا عليها طوال عمر طيب الأجهزة عندكم في مركز روماتيكا دكتور اللي حضرتك عملت عليها عرض 50% على الكشف و50% على استخدام الأجهزة في الحقن والرنين والإشاعة والتردد الحرير إلى آخره عايزين نعرف برضو دكتور ونبين للسادة المشاهدين إزاي من استخدم الحاجات دي في إطار العمود الفقري العمود الفقري يعني الحقن المفصل الحركوفي ممكن نحقله عن طريق مجادة صوتية ده بيوفر وقت كبير على المريض وتعرضه حتى الأشعة البسيطة ده بيوفرها عليه ويقد وقت خفيف جدا ده ممكن نحقله لكن بقيت بقى الحقن لجزور الأطراف أو حقن أو تردد حراري ده بيستخدمه لإما عن طريق جهاز فلورسكوبي أو عن طريق جهاز المقطعي وكل ده موجود في مركز روماتيك موجود طبعا وكل ده دكتور عليخ قصم 50% على حقن البلازمة يعني الحقن البلازمة في الركبة وتردد الحراري في العمود الفقري إن شاء الله تمام يا دكتور العلاج التداخلي يعني عايزين في نقطة أخيرة إيه العلاج التداخلي ونبينه برضو للسادة المشاهدين عشان نخطر بيه يعني زي ما أقول حقن ده نسبيا من التخصصات الجديدة في الطب اللي بتطور بطريقة سريعة جدا والمريض يستفد منها بطريقة جديدة يعني هي طفرة طبية آه طفرة طفرة آمنة طبية والمريض يستفد منها بدرجة كبيرة جدا وزي ما أقول حقن التداخلات بسيطة جدا تحت مقدر الموضوع المريض في خلال ساعتين بروح البيت وفرت على المريض حاجات تترى جدا لمضاعفات المسكنات تدخل الجراحي الغير مفيد مضاعفات ما بعد العملات الجراحية كل ده العلاج التداخل وفرها على المريض نصيحة أخيرة لسادة المشاهدين آه أول حاجة يعني الشكوى من الألم ده عبارة عن إنذار من عند ربنا بيعرفنا اللي فيه مشكلة في مكان معين لازم بدري إن شخص نلجأ للتشخيص الدقيق عن طريق العشاعات عشان نلجأ للعلاج الصحيح في البداية كل ما كان العلاج في البداية كل ما كان الاستجابة كويسة جدا أنا عايز برضو أخلي المشاهد يعرف من حضرتك يا دكتور أحمد إزاي يشخص هو نفسه إنه هو عنده خشونة ركبة مثلا من الدرجة التانية أو إزاي عنده غضرو لا ده تشخيص لازم أشاعات يعني مثلا من الأعراض اللي حتظهر له أعراض واحد اتنين ثلاثة ألم ألم ومش أعرف يمشاهد ركبة على حسب الدرجة العمود الفقري ألم في الظهر ويسمع أو ألم لو هو من الغضروف يسمع في الرجلين لو هو من مفاصل العمود الفقري بيسمع في الظهر لو مفاصل العمود الفقري بيسمع في منطقة الإله ده بيجي في الأول أقول كده لكن لازم برضو تشخيص الدكتور المعالج يمص عليه ولازم بالأشعات التالية طيب نصيحة أخيرة لمرضى الغضرو ربناش في جميع طبعا وبنطمن أهلينا أن أن الوسائل العلاج الجديدة العلاج الألم التدخل الجديدة بقت أمنة وبقت سهلة جدا ونتيجها كويسة جدا الدكتور أحمد عبد الحميد النجار استشاري علاج ألم العمود الفقري تدخليا بدون جراحة يعني استمتعنا بالحديث تعبناك بقى معلش يعني برضو من أكد للسادة المشاهدين في كل مكان في اسكندرية وفي إنا وفي مصر عرض مركز روماتيك خصم 50% على الكشف و50% على حقم الرقبة والتردد الحراري على العمود الفقري إلى هنا أعزاء المشاهدين في كل مكان تنتهي حلقة اليوم من برنامج روماتيك كيلينك على أمل اللقاء بكم في حلقات أخرى إلى أن نلتقي نستوضعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر